قبل ما تشتري لعبة القطة Stray عاب أحكي لكم رأيي باللعبة وتجربتي الشخصية اللعبة نشرت من شركة أنابيرا ومنصنع بلو تولف ستيديو وأنا سميتها لعبة القطة لأنه زي ما أنت شايف أنت عبارة عن قطة أول ما تم إعلان عن اللعبة كثير ناس من عشاق القطة تمتحمسين أنهم يلعبوها لأنها طرحت بشكل مختلف عن باقي الألعاب بتحس أنها مختلفة شوي لأنه اللعبة اللي أنت رح تكون كلاعب رح تكون قطة تمشي في مدينة مليانة سايبربانك روبوتس من المستقبل بتحس أنه فكرتها هي سر نجاحها بصراحة اللعبة كثير بسيطة وقصتها قصيرة وبتحسسك أنها مش مستاهلة تشتريها بس كثير ناس حبوا يجربوا تجربة اللعبة لأنها مختلفة اللعبة فيها جو حلو وراح تحس فيها إذا أنت من محبي الألعاب لزي هيك اللعبة متاحة للبسي عن طريق ستيم بالنسبة للقصة أنت رح تلعب كأنك قط وراح تنفصل عن قطيع القطة أصدقائك وبتلاقي حالك في مكان غريب في مدينة من المستقبل مليئة بالروبوتات في أول اللعبة رح تقابل الروبوت درون اللي رح يكون الجاكيت اللي لابسه وراح يساعدك الروبوت بالتواصل مع العالم كقط يعني اللعبة رح تكون مغامرات في مدينة وتحل بعض الألغاز وتمشي بالمدينة وبتدور على شغلات تساعدك في حل اللغز بس أنت مش رح تعمل كثير شغلات لأنك أنت قط يعني رح تمشي وتقفز وتركض وتمسك شغلات بثمك وتخرمش وبرضو بتنوي يعني في كبسة بصير تنوي عشان الان بي سي بلاير تعطيهم أتنشن يعني القطة رح تكون مزعجة زي باقي القطات العادية بتنوي ع كل شي وبتحرك وبترمي كل الأغراض اللي حواليها يعني زي أي بس عندك بالبيت إذا عندك بس بالبيت أوعى تلعب اللعبة وهي عندك لأنه رح تنط على الشاشة وتكسر لك إياها اللعبة بصراحة صمموها بشكل رائع القريب للواقع القطة من جميع الجهات وأحل إش إنه فيها بتحسسك بشعور مختلف إنك مخلوق صغير بعالم كبير جدا بس مش بشكل خرافي بس بطريقة تحكم اللعبة بالكاميرا بتعيشك بجو ثاني بتحسسك إنه قط وبتقدر تعمل شغلات كثير زي القطة الحققية والكاميرا بتركز عليك بشكل رائع لما تفوت في أماكن ضيقة أو تتسلق الكاميرا بتيجي من وراك بتلحق وراك وبتركز عليك بعطيك جو حلو جو اللعبة والإنفيرومنت مصمم بشكل حلو ومناسب حتى لو إنه ما في كثير شغلات تعملها أو تجمعها يعني في منطقة لازم تجمع شغلات معينة للروبات ومرات بتجمع ميموري بيتس لصديقك درون مش إشي كثير حتى لو استكشفت مناطق مختلفة وما لقيت إشي بس بتحسسك إنك استكشفتها وانتقت يعني شعور مختلف وممتع أكثر اللعبة بسيطة ومرات الألعاب البسيطة شغلة كثير كويسة عن الألعاب المعقدة والكبيرة يعني ما تتوقع إنها تكون زي جي تي اي فايف وانت قط وماشي في المدينة شوي مختلفة بشكل عام تقدر تأخذ وقتك وتختم اللعبة بأربع ساعات وهيك أنت بتكون استكشفت كل إشي سعر اللعبة مش كثير غالي زي بعض الألعاب أول ما تنزل ستين دولار سعر اللعبة رح يكون ثلاثين دولار على ستيم المتجر الأمريكي السعر رح يحسس كثير ناس إنها مش مستاهلة وأكيد الشباب عندنا ما رح يدفعوا حق اللعبة لأنه رح ينزلوها مكركة وأكيد هذا إشي أنا ضده بشدة بس مش موضوعنا هذا هو رأيي الشخصي باللعبة كتجربتي كثير حلوة واستمتعت فيها كان نفسي تكون أكثر وأطول من أربع ساعات يعني كان نفسي تكون أكثر من هيك إنتوا حكوا لي كتبوا لي كومنت شو رأيكم باللعبة كيف كانت تجربتكم إذا اشتريت اللعبة أو نزلتها مكركة أكيد يعني أغلب الشباب رح يكون نزلينها مكركة اكتب لي كومنت ما تنسى تعملنا لايك وسبسكرايب وشيق على فيديوهات ثانية عندنا على القناة حبابي شكرا لكم نستودعكم وإلى اللقاء مع السلامة